إلى التفاصيل مجدداً أهلاً بكم استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني سفير جمهورية أذربيجان لدى العراق نصير ممدوف وخلال اللقاء نقل السفير تحيات رئيس جمهورية أذربيجان إلى رئيس الحكومة ووجه له دعوة لحضور القمة العالمية للمناخ كوب 29 المزمع عقدها في العاصمة الأذربيجانية باكو في تشرين الثاني المقبل من العام الجاري كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بالإضافة إلى خطوات فتح القنصلية العامة لجمهورية أذربيجان في الأقليم وبدء تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين باكو واربيل وأكد رئيس الحكومة حرص أقليم كردستان على تعزيز علاقاته مع جمهورية أذربيجان